مقاطع جنسية فبقيت وياها نفتح كام وكذا كانت طلعت نص جسمها نطلع وجه كامل شاب يكثر من الألعاب الألكترونية ومن خلال لعبة البوب جي تحديدا تعرف على شابة من خلال هاي اللعبة استمر بعلاقته وياها حتى اطمن لها فبدت ترسل لها مقاطع فاضحة لها بعدها طالبتها بفتح كاميرا سجلت له هذا التصوير واللي قامت بابتزازة به طالبتها بمبالغ من المال وفي حال عدم ارساله راح تقوم بنشر جميع الفيديوهات اللي احتفظت بها شاب هنا بلغ الجهات الرسمية عن هذا الموضوع وتم القاء القبض على هذه الشابة اللي لقوا بحوزتها الكثير من المقاطع اللي تخص شباب آخرين أيضا قامت بابتزازهم لذلك هذا شخص من الموصل راح يتحدث لنا مع إخفاء معالم وجهة وتغيير صوتها بناء على رغبته خلونا شوف شان دائما أدخل البول بجي ألعب يعني شنت محترف باللعبة كلش شان عندي جهاز آيباد وكنت ألعب بطولات فمرة من المرات دخلت أنه دارت أشياء عالمية فتعرفت على بنت خلال أسبوع أكثر قوة علاقتي بيها فاستدرجتني أنه أنطيها مواقعي الشخصية مثل إنستاء وواتساب فيجينا على إنستاء بقينا نحكي اتصال ورسائل وكذا فقامت ترسلي صورها ومقاطع فيديو بدون وجه يعني مقاطع جنسية فبقيت وياها أنه نفتح كام وكذا كانت طلعت نص جسمها أنا طلع وجه كامل فمر من المرات أنه قامت تبتزني بهذه الشغلات أنه قلت لي اشر الفيديوهات وأفضحك إذا ما ترسل لمبلغ معلي فاتجاهت اتجاهت الجهات المعنية ولوما اتجاهت رحة للجهات المعنية أنه كان تشهر الفيديوهات صارت فضيحة كبرى والشيء اللي صدمت منه أنه من رحة للجهات المعنية شفت كثير حالات مثل حالتي ولوما الجهات المعنية كانت تشهر الفيديوهات وطلبت مني مبلغ معلي كبير بعد ما اعتقلوها أنه طلعتها أنه هي عدد سوابق بهذه الأمور وكني بتزدت كثير أشخاص قبلي فتخذوا الإجراءات اللازمة بحق لقوا عدد فيديوهات كثيرة ورسائل وأشخاص مبتزدتهم من قبل بس يعني كانت مثل ما أخذتهم لتجار بهذه الأشياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر